هذه أبرز العنوين الجيش الملكي النسوي يتأهل إلى دور أبطال إفريقيا للسيدات بعد الفوز على توت غنخ آمون المصري الدولي المغربي إلياس أخماش يتلقى عرضا خياليا من الدوري السعودي من أجل الاندمام إلى صهوف هذا الفريق موكوينة يوجه رسالة مفاجئة للجمهور الويدادة الرياضية رغم خسارتهم أمام المغرب الفاسية بعد إشيازه الفحص الطبي إدارة فنربخشة تركي تصدر بلاغا مفاجئا على النجم المغربي سوفيان أمراباط قبل من بدأوا ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل جرس باش وصلك دائما أخبار المغرب تأهل الجيش الملكي إلى منافسات دور أبطال إفريقيا للسيدات بعد فوزه على توت عن خآمون المصري بواحد سفر في المباراة التي جمعت الطرفين مساء أمس الجمعة لحساب الجول الثالثة والأخيرة من إقصائيات الشمال إفريقيا المؤهلة إلى البطولة الإفريقية مع انطلاق المباراة باشر الفريق العسكري النسوي في القيام بمحاولات عديدة من أجل الوصول إلى الشباكة المصرية وهذا ما تأتى لهم في حضوض الدقيقة الثلاثون بواسطة هدف نجد بدري ليضمن بذلك بلوغه عصبز الأبطال السيدات كان الجيش الملكي المغربي للسيدات والتغلب على أقب الجزائري بأربعة أهداف لسفر في الجولة الأولى من التصفيات قبل أن يعزز تألقه أمام الجمعية الرياضية النسائية بسوسة تونسية في الجولة الثالثة بفوز صحق بخماسية نظيفة ليضمن تاهل بفوزه في المباراة الأخيرة على أمون المصرية بواحد الإسفر كشفت المصادر الإعلامية السعودية أن النادي الهلال السعودي في مفاوضات متقدمة مع إدارة نادي فياريال الإسباني من أجل التفاوض لضم الدولي المغربي إلياس أخماشا جناح الفريق الأصفر كشفت التقارير الإعلامية أن مسؤولي نادي الهلال يساعدون لتقديم عرض رسمي لنادي فياريال من أجل ضم اللعب المغربي إلياس أخماش إلى صفوفها بعض المستويات المميزة التي بصم عليها مع فريقها يرغب نادي الهلال السعودي في حصم صفقة الدولي المغربي إلياس أخماش للإستفادة من خدماته خلال الموسم الجديد علما أن اللعب المرتبط مع فياريال بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2016 وطالب المدرب البرتغالي جيسوس من إدارة الفريق السعودي الأزرق ضرورة التعاقد مع المهاجم خلال فترة الانتقالات الحالية حيث كشفت التقارير الصحفية أن إضاءة الفريق السعودي طرحت اسم الدولي المغربي الصعيد ليسأخماش على المدرب البرتغالي الذي أبدى رضاه بطوره من التعاقد مع اللعب المغربي بسبب المستوى الذي ظهر به مع منتخب الأولمبي في أولمبيا دي باريس أصار موقع الكرة الذي أورد الخبر إلا أن المدرب نوها بالصفقة وسيتم خلال الساعات القادمة التواصل مع فياريال لمعرفة إمكانية إتمام الصفقة من عدمها تابعة المصادر ذاتها هنا في حالة وجود عرقلة كبيرة سيتم اللجول للأسماء أخرى وذلك بسبب رغبة جيسوس في السرعة لإنهاء ملف التعاقد مع مهاجم صريحة يشار إلى أن النغيب الوطني وليد الرجرقية قد وجهت دعوة للعب الصعيد ليسأخماش للمشاركة في مبارتين الكابون ولسوتو في الجولتين الأولى والتانية من تصفية كاسيوم إفريقيا المغرب الفين وخمسة وعشرون بشر مدر ابن الويداد الرياضي الجديد رولاني مكوينة جماهير الفريق الأخمر بخبر صار يهم التعاقد الصيف الحالي تحدث رولاني مكوينة عقب خسارة فريقه الأخمر أمام المغرب الفاسي في أولى جوالات البطولة الاحترافية إنوي أمس الجمعة عن الفريق وما يحتاجه للفوز وتحقيق الأهداف المحددة أكد المدر برولاني مكوينة في تصريحات صحفية أن الفريق الأحمر سيتعاقد قريبا مع مهاجم هدف الذي سيكون آخر صفقات النادي في المركات الصيفية الحالي عشر المدرب الجنوب الفريقي إلى أن الفريق يعاني على المستوى لاستغلال الفريق وإنهاء الهجمات المتاحة الأمر الذي يدفع النادي للتعاقد مع مهاجم صريح قادر على إنجاز المهمة وإنهاء التشكيل وإنقاذ الوداد الرياضي للخسارة الأولى بهدف دون رد أمام مضيفه المغرب الفاسي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة لحساب أولى جوالات من البطولة الاحترافية إنوي في موسمها الجديدة أعلن نادي فنربخش التركي صباح اليوم السبتة تعاقده رسميا مع الدولي المغرب سوفيانا مرابطة قادما من نادي فيورنتين الإيطالي لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحاقية الشراء حيث تم تقديمه لوسائل الإعلام في الندوة الصحفية في إسطنبول على أمر بط في تصريحات على هامش الندوة الصحفية لوسائل الإعلام إنه صعيد جدا بانتقاله إلى فريق كبير مثل نادي فنربخش مردفا أعتقد أنها مسؤولية كبيرة أن أمثل فريقا مثل فنربخش أريد أن أشكر الجميع من جلس الإدارة والرئيس والمدير الرياضي تابع قائلنا بدأ التواصل مع إدارة النادي منذ حوالي شهرين منذ اليوم الأول كان لدي أحساس جيد وشعور عائلي وهو شعور يصعب تطويره عادة خصوصا في مجلس المستدير لذلك أنا ممتن للغاية لقد قاتل المدير الرياضي لأكون من أجلي وأتمنى أن أكون في حجم التقال التي وضعتها إدارة النادي في شخصيتي وأنجحوا مع الفريق وعن تمسك المدرب الفريق جوزي مورينيو بخدمته قال أمر بط حين يرغب في خدمتك مدرب مثل جوزي مورينيو من الصعب جدا أن تقول لا لقد تحدثنا سابقا مع بعضنا البهد في مباراة فيورونتينا ورماء ولن أنسى ما قاله لي أبدا في تلك اللحظة